أوجه كلامي لأخواتي بالصفة خاصة ما هو العقل الذي تنظرين به إلى نفسك؟ كيف ترين نفسك؟ وأقول لأخواتي الرجال كيف ترى المرأة بالصفة عامة؟ كيف تراها؟ هاستمع للإجابات لكن خليني أكون واضح إن إجاباتنا ستنبع من رؤيتنا كيف نرى؟ ورؤيتنا نحن لا نرى بعيوننا لكن في الواقع نرى بعقولنا مضبوط أرى بعقلي وعقلي هذا لم أولد به لكن ولد بإمكانيات عقلية لكن عقلي تكون في أسرتي وفي مجتمعي كانت أمي تصيغ لي عقلي كانت المدرسة تصيغ لي عقلي كان الشارع يصيغ لي عقلي مرة تاني حابة أتأكد أني مفهوم نحن لا نرى بعيوننا نحن نرى بعقولنا أقولنا موفقين معي على الكلمة ولا محتاجة شرح يعني يعني أنا مثلا لما أرى هذا الجهاز وتقولي ماذا ترى أقولك أرى تجمع من أجزاء الصلب والحديد والبلاستيك ومش بقول كده لكن بقول أنا شايف آيباد خلاص طب آيباد دي هو مكتوب عليه آيباد لا مش مكتوب عليه آيباد أزرق لأنهم علموني زمان وأنا طف عندما كانت أمي تضعني على ركبتيها وتشاور لي على الصورة اللي باللون الأزرق وتقولي أزرق أزرق فتعلمت أن اللون ده أزرق وبيقى متسجل في مخي أن اللون ده أزرق فعندما أرى شيئا أزرق عيني مجرد جابت لي الداتا جابت لي المنظر لكن القراءة أن هذا أزرق جاي منين؟ من عقلي مش جاي من عيني عيني بتنقل المعلومة لكن قراءة المعلومة فهم المعلومة تفسير المعلومة ماذا أرى؟ لا يحتمد على عيني يعتمد على عقلي وعندما أرى امرأة كيف أراها؟ مش بشوفها بعيني لكن بشوفها بعقلي عقلي هو اللي هيقول إذا كانت جميلة ولا مش جميلة إذا كانت أشوفها إنسانة على صورة الله أو مجرد جسد يشتهى عقلي هو اللي هيحدد المشكلة إن عقلي ده أنا ما تولدتش بي أنا تولدت بإمكانيات لكن تمت صياغة عقلي في غرف بيتي وفي فصول مدرستي وفي شوارع بلدي كان العقل يصاغ ويا للكارثة لو كانت تمت صياغته بطريقة خاطئة وغالبا هو ده اللي حصل وما هو دورنا كمؤمنين تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم